ركزت الإبادة الإسرائيلية آخر يومين على ضرب كل أشكال إدارة الحياة بشمال غزة لتخلق أكبر فراغ ممكن بعد الحرب فراغ بتطمح أنه بس هي أو يلي بتعينه بيقدر يعبيه بعد أربعة شهر من التجويع وصل الطحين لشمال السبت وتوزع الأحد بشكل منظم وبدون دم أو هيك فكرنا بعد ساعات قتلت إسرائيل العميد فيق المبهوح مدير عمليات الشرطة الفلسطينية بغزة واللي تبين أنه كان مسؤول عن التنسيق بين الأنروا والعشاير ليوصل الطحين بعد ساعات قتلت إسرائيل لمقدم رائد البنة مدير جهاز المباحث بشمال غزة اللي أمن وصول المساعدات لجباليا وبعد ساعات المقدم محمود البيومي مدير مركز شرطة النصيرات ثلاث اغتيالات بأقل من 24 ساعة مع الشرطة بشمال نظم الناس لجان شعبية لتأمين وصول المساعدات بسبب مجازر الاحتلال أمجد هتت كان مدير لجنة طوارئ غرب غزة إسرائيل اغتلته الثلاثة بالليل هو عم يأمن دخول المساعدات أكتر من 20 شخص وبالنهاية هيك كانت النتيجة الناس ما استلمت مساعدات واللي حاول يأمنها استشهد كل يوم عم يلاقي الاحتلال طريقة جديدة مش بس ليواصل الإبادة بس كمان ليقضي على كل المظاهر الحكومية والمدنية المنظمة ويصاعب الحياة بغزة بعد وقف طلق النار لماذا يقتلوا الشرطة؟ الشرطة لا تقاتل الشرطة هدفها حفظ الأمن لأنهم يريدوا أن يخلقوا فوضى عارمة في قطاع غزة وهدفهم المركزي كما قلت لم يتغير هدفهم المركزي التهجير والترحيل وهذا ما يجب إفشاله